أفادت مصادر سكاينوز عربية بوصول تعزيزات عسكرية تركية إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وأوضحت المصادر بأن التعزيزات مرت من خلال معبر كفرلوسين وتضمنت نقلات جند ومعدات لوجستية وأليات ثقيلة كما قالت مصادر سكاينوز عربية بأنه تم توزيع التعزيزات التركية على نقاط المراقبة والانتشار في جبل الزاوية والطريق الدولي حلب اللاذقية معنا من اسطنبول مراسل سكاينوز عربية محمد المشهراوي والتفاصيل معك محمد تفضل هذه الحشود العسكرية التركية تتواصل منذ ثلاثة أسابيع على الأقل في المناطق أو قرب المناطق التي تهدد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية فيها بهدف إبعاد المسلحين الأكراد عن عمق ثلاثين كيلو مترا عن حدودها واليوم خلال هذه القمة التي تجري في طهران والتي تناقش أيضا تقييم مسار أستانا المتعلق والمقتص بالوضع الأمني والميداني في سوريا سيتم نقاش هذه العملية العسكرية وجدواها المراقبون يقولون أن أنقرة تسعى لاستنفاذ الحلول الدبلوماسية يقنع موسكو بسحب المسلحين الأكراد وإنهاء هذه المخاوف الأمنية التركية وبالتالي لن تكون هناك حاجة لهذه العملية ولكن بالتزامن مع هذه الجهود الدبلوماسية تستمر الحشودات العسكرية على الأرض والاستعدادات لانطلاق هذه العملية التي بدأ الحديث عنها والتحضير إليها منذ أكثر من شهرين وبالتالي فإن الأنظار تتجه إلى هذه القمة التي تعقد في طهران هي التي ستحدد إما أن يكون الكلمة للدبلوماسية في إنهاء المخاوف التركية أو أن تتوجه أنقرة إلى هذه العملية العسكرية وذلك أيضا سيكون بالتنسيق مع كل من طهران وموسكو سمعنا اليوم تصريحات الرئيس التركي وكان بجانبه الرئيس الإيراني عندما تحدث عن خطر هذه التنظيمات الكردية وقال إنها بلاء خطير على كل من تركيا وإيران ويجب أن يكون هناك تنسيق مشترك في مكافحتها كان وزير الخارجية الإيراني عندما زر أنقرة قبل عدة أسابيع قال إن إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية في إشارة لهذه العملية العسكرية المرتقبة شكرا محمد المشهراوي من اسطنبول